سبب وتفاصيل وفاة الجزائرية سمية خفزاقة التي تبلغ من العمر 38 عاما وتوفيت سمية التي وقعت قبل أشهر ضحية عيادة تركية أجرت لها عملية تكميم معدى بسمن زايد تحت تأثير دعاية مؤثرة على الانستجرام وتم حجزها في العناية المركزة حوالي ثلاثة أشهر بتركية بعد أن تسبب عملية تكميم المعدى في إصابة شرايين حيوية بجسمها وتحولت حياتها لجحيم بعد تعرضها لنزيف داخلي حاء وكانت سمية تريد العودة بأي سمن لكندا بعد ما حصل لها لا حول ولا كوة إلا بالله الله يرحمه ويتغمدها برحمته الوسعة ويليم أهله وزوائيها بالصبر والسلوان